البرازيلي تشيكو الذي لعب للاتحاد السعودي في الفترة بين 2003 و2005 أعرب عن حلمه بتدريب العميد في المستقبل يشير إلى أنه كمدرب حالي يستعد لهذه الفرصة بناء على خبرته السابقة في حديثه عن مباراة الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية وصف تشيكو الفريق المصري بأنه منظم وقوي بدنياً مشيراً إلى احترام البرازيليين للخصم يشيد بأسلوب اللعب والإيقاع لدى الأهلي ويعتبر وجود جماهيره قوة إضافية فيما يخص تأهل الأهلي على حساب الاتحاد السعودي يستعرض تشيكو أهمية وصول فلومينينسي إلى نهائي مونديال الأندية مؤكداً على تقدير الفرق البرازيلية للخصم من الملعب الجوهرة المشاعة في جدة ستشهد المواجهة النهائية مساء الـ 2-18 ديسمبر حيث يترقب عشاق الكرة العربية هذا الصراع الكروي بفارغ الصبر ستشهد المواجهة النهائية مساء البرازيلية للخصم